السلام عليكم أهلا بكم أعزائي المشاهدي قناة الصحة وجمال مشاهدي برنامج عيادة الصحة النهاردة بمعنا حلقة بتتناول موضوع مهم جدا من المواضيع اللي بتمس قطاع كبير جدا من المشاهدين حلقة النهاردة هتتناول أمراض الزكورة هنتناولها أو هنتناول مجموعة من أمراض الزكورة أو مجموعة رئيسية من أمراض الزكورة بمنظور مختلف شوية عن المنظور اللي الناس معتدأ أن يتم تناول الموضوع ده به هنتناول ضعف الرغبة الجنسية طبعا عند الرجالة وهنتناول ضعف الانتصاب وهنتناول سرعة القذف كأحد أهم أو أشهر أو أكثر انتشارا بين كل أمراض الزكورة حتى تلاتة من أهم وأكثر انتشارا بين أمراض الزكورة كلها هنتناولهم من مدلولهم المرضي وكيفية التعرف عليهم وإزاي المريض يجب علي أن يتصرف في كل هذه المواقف طريقة التناول المرضي هتكون مختلفة شوية عن طريقة التناول اللي الناس متعودة عليها وإن الحديث دايما عن الحل على طول لكن المرة دي احنا هنتعرض لكل حالة أو لكل موقف من التلاتة دول بشكل يساعد المريض في البداية أن هو يتعرف على المشكلة وبعد كده إزاي يتصرف وإيه النقط اللي عليهم هو ياخدها في اعتباره وهو بيتعامل مع المواقف دي أول موضوع من التلاتة وموضوع ضعف الرغبة الجنسية عن الرجال ضعف الرغبة الجنسية أو ضعف الديزير أو اللي بدو عند الرجال مش هيبقى الموضوع مش مقصور على مجرد أنه هو ضعف الشهية الجنسية أو ضعف الرغبة الجنسية فقط الموضوع ده هو أن بيكون في بعض الحالات مش في كل الحالات مخبي وراه مشاكل مرضية كبيرة جدا وبتأثر بتأثير سلبي على حاجات ممكن تأثر على الصحة العامة بتاعت الجسم وعلى حاجات أكثر خطورة بكتير من مجرد ضعف الرغبة الجنسية لو اتكلمنا عن ضعف الرغبة الجنسية بعيدا عن الوضع السيكولوجي يعني بعض المرضى بيبقى عندهم ضعف في الرغبة الجنسية لأسباب نفسية مش أكتر من كده نتيجة للسترس ونتيجة لضغط العمل ونتيجة للمشاكل الأسرية أو المشاكل الاجتماعية اللي ممكن الشخص بيمر بيها فبيقلل عنده الرغبة الجنسية لكن القطاع اللي بيبقى عنده مشاكل مرضية بتؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية هو اللي أنا حابب أن حضراتكم تتعرفوا عليه بمعنى أن الناس اللي بيكون عندها ضعف في الرغبة الجنسية ممكن يكون ده بينزر بوجود مشكلة ضعف في الهرمونات أو نقص إما نقص في هرمون الزكورة أو نقص في هرمون هرمونات الغدة النخمية اللي بتستحس الخصية على أنها تفرز هرمون الزكورة أو على نقيد زيادة في نسبة هرمون الحليب اللي هو البرولاكتين هرمون اللي المفروض بيكون نسبة معينة عند الرجالة لو زادت النسبة دي بشكل كبير ده معناه أنه بيأثر بشكل سلبي على الرغبة الجنسية لو بصينا لكل واحدة من دول بمعنى لو لا قلنا أن فيه نقص في هرمون الزكورة نفسه نقص هرمون الزكورة ما انشأوا إما نقص أو مشكلة في الخصية في حد ذاتها مشكلة في الخصية ما يخليها الخصية مش قادرة تفرز هرمون الزكورة فده بيانعكس في صورة ضعف في الرغبة الجنسية زي ايه؟ زي الناس اللي تعرضوا لضمور في الخصيطين إصابات أو خبطة أو حادث أدى إلى تدمير للنسيج الداخل للخصيطين بأي شكل من الأشكال النسيج ده هوان ما عادش قادر أنه يفرز هرمونات الزكورة فده بيعبر عن نفسه بضعف في هرمون الزكور أو نقص في هرمون الزكورة بيأدي إلى ضعف في الرغبة الجنسية زي الناس اللي عملت استقصال للخصيطين كعلاج لبعض الأمراض زي مثلا للناس اللي كان عندها أورام في الخصية أو تعرضت لمشاكل في الخصيطين ويأدى بعد كده إلى نقص في نسبة هرمون الزكورة نتيجة أن الخصيطين معدوش موجودين فمعدوش بيفرزوا هرمون الزكور زي الناس اللي عندها بعض الأمراض الميكروبية زي الناس اللي بيجيلها مرض الحصبة وبيثير بيصيب المرض بيتم إهماله إلى أن يصيب الخصيطين فالناس دي بيتم تدمير نسيج الخصيطين بشكل كامل في مرحلة ما قبل البلوغ بعد كده لما بيحصل البلوغ المريض ده هو ما بيبقاش عنده نسبة كافية من هرمون الزكورة اللي تكمل صفات الزكورة عنده أو تكمل الرغبة الجنسية عنده احنا عارفين ان الرغبة الجنسية بتعتمد في الاساس على وجود نسبة عالية من هرمون التستوستيرون فنقص هرمون التستوستيرون لأي سبب من الأسباب اللي بتقدي إلى تدمير للنسيج الذاتي أو نسيج الداخلي بتاع الخصية بينتج عنه مباشرة ضعفة في الرغبة الجنسية طيب هل من الممكن أن يكون هناك نقص في هرمون الزكورة يؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال ناتج عن سبب خارج الخصيطين بمعنى أن الخصيطين يكونوا سلام أو موجودين بس في سبب من برا الخصيطين يؤدي إلى ضعف في الرغبة نقص في هرمون الزكورة اللي بينتج عنه ضعفة في الرغبة الجنسية في سبب زي مثلا الناس اللي بيقع عندها حالات متقدمة جدا وشديدة جدا من دوالي الخصيطين يعني الأوردة أو الأوعية الدموية اللي فوق الخسيطين تضخموا إلى حجم كبير جداً وترهلوا وضغطوا على الخسيطين فأدوا إلى ضمور شديد في الخسيطين فنتج عنه نقص في هرمونه الذكورة فبيؤدي إلى ضعف في الرغبة الجنسية بدرجة ما مش لازم ضعف بنسبة 100% أو الناس اللي عندها مشاكل في الغدة النخمية ومشاكل الغدة النخمية اللي قدر الله بتكون في صورة أورام الغدة النخمية اللي بتعبر عن نفسها في صورة إما زيادة عالية جداً في نسبة هرمون البرولاكتين أو بيكون في تدمير للخلايا في الغدة النخمية اللي بتفرز هرمونات الـ FSH والـ LH اللي بتستحس الخسيطين على إفراز الهرمون الذكورة أو على عملية الـ Spermatogenesis أو عملية تصنيع الحيوانات المنوية إذن أورام الغدة النخمية قد تكون مختبئة خلف بعض الأعراض البسيطة جداً زي مجرد ضعف الغدة ضعف الرغبة الجنسية إذن أي شخص عنده ضعف في الرغبة الجنسية مصحوبة ضعف في الرغبة الجنسية مصحوبة بأي نوع من أنواع الاختلال في علامات الزكورة يعني شخص عنده ضعف في الرغبة الجنسية مع أن صوته بيكون في ميناين شوية أو صوته أقرب لصوت النساء مش في الـ Horseness أو بعملية صوته أجش كده زي رجالة أو الناس اللي بيكون عندها ضعف في الرغبة الجنسية مع عدم ظهور الشعر في المناطق الزكورية أو في المناطق بالتوزيع اللي بيكون عليه الشعر في أجسام الرجال اللي بيميزهم عن أجسام السيدات بيكون في الحالة دي الشخص ده هو لازم نعمله عملية مسح هرموني أو تحليل لهرمونات الغدة النخمية وما ننساش نعمل تحليل البرولاكتن أو الهرمون اللي لو لقيناه عالي جداً بنسبة كبيرة هنا بيثير الشكوك أكتر إلى وجود بعض مشاكل الغدة النخمية نرجع تاني ونقول ضعف الرغبة الجنسية بيكون في الأساس ناتج عن نقص إما طبعاً في بعض الحالات بتكون العوامل سايكولوجية أو عوامل نفسية هذا الشخص بيكون متأثر بظروف اجتماعية أو بظروف نفسية بتخلي عنده الرغبة الجنسية مش بتيجي في أول أولوياته أو مشكلة تانية إن الشخص ده يكون عنده خلل جسدي موجود متمثل في نقص في نسبة هرمون التستوستيرون أو هرمون الزكورة وقلنا نقص هرمون التستوستيرون أو هرمون الزكورة بيكون في الأساس ناتج إما عن مشكلة في الخصية نفسها زي ما قلنا تدمير نسيج الخصيطين إما بالمامس اوركايتس زي مثلاً الناس اللي اتعرضت للحصبة في سنة صغيرة وتم إهمال علاجهم أو الناس اللي اتعرضت لي صدمات أو خبطات في الخصيطين على السوى أو الناس اللي استقصلت الخصيطين لأمراض زي الأورام أو الناس اللي اتعرضت لي دوالي الخصية قاعدت فترة طويلة جداً لدرجة إن الخصيطين اتأثروا بالدمور أو الناس اللي عندها مشاكل برا الخصية بتؤدي إلى ضعف فيه هرمون الزكورة زي مشاكل الغدة النخمية اللي بتأثر إما بتقلل نسبة إفراز الهرمونات النتجة من الغدة النخمية اللي بتؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الزكورة من الخصيطين أو الناس اللي عندها زيادة في هرمون الحليب أو البرولاكتين اللي بيتم إفرازه بنسبة كبيرة جداً فبيضاد التأثيرات أو الإفكتس اللي بيعملها هرمون الزكورة في الجسم ده عن ضعف الرغبة الجنسية نتنقل لي المشكلة التانية وهي المشكلة اللي بتخص عدد كبير جدا من الناس او عدد كبير جدا من الرجالة هي مشكلة ضعف الانتصاب مشكلة ضعف الانتصاب هي في الاساس او مشكلة بتشمل او بتتعامل او بتتأثر بمتغيرات ثلاثة اساسيين موجودين في الجسم بيأثروا على اي حاجة في الجسم هم الاوعيات الدموية بشقايها الاوردة والشرايين والاعصاب بتاعة الجسم والجانب الهرموني الثلاثة عوامل دول هم الثلاثة عوامل او الثلاثة محاور الاساسيين اللي الجسم بيتم ادارته عن طريقهم او ان بيتم ضبط اقاع العمليات الحيوية في الجسم بالثلاثة طرق دول والثلاثة حاجات دول او الثلاثة محاور سواء محور الاوعيات الدموية بشقايه الاوردة والشرايين او محور الاعصاب باجزاءه اللي هو الاعصاب السيمباستيك والبراسيمباستيك والاعصاب الحسية او محور الهرمونات بانواعها وباشكالها الثلاث حاجات ده هما بيأثروا بشكل كبير جدا أو بيأثروا أو بيتحكموا في عملية الانتصاب إذن عملية الانتصاب عملية متعددة الفروع وبتم على هذا الأساس بمعنى أنه بتتم الإصارة الجنسية لازم عشان تتم يكون فيه نسبة كافية من هرمون الزكورة ولو غاب هرمون الزكورة العملية الجنسية مش هتبدأ من الأساس أو بداية الانتصاب نفسه هيتأثر بشكل كبير لما بيبدأ العملية الجنسية أو بتبدأ الإصارة الجنسية بتبدأ عن طريق الأعصاب بتستحس العضلات الملساة اللي موجودة في جدار الأوعية الدموية المغزية للقضيب ولمنطقة الحوض فبيتم ضخ الدم بكمية كبيرة جدا في الأوعية الدموية فينتصب القضيب بيجي هنا دور الأعصاب اللي هي العصب البرسنباستيك بينشط في الطبيعي الإنسان بيبقى تحت سيطرة العصب السنباستيك أو العصب السنباثوي العصب السيمباثوي في الوضع العادي بيمنع الانتصاب لأنه هو مقل الكمية الدم اللي رايحة لمنطقة القضيب ومنطقة الحوض لما بيتعرض الشخص للإصدارة الجنسية بيبدأ البراسيمباثيتيك تون أو تأثير العصب البراسيمباثيتيك يغلب على تأثير العصب السيمباثيتيك أو السيمباثيك وهنا بتتحرر العضلات الملسائة اللي موجودة في جدار الأوعية الدموية بجدار الشرايين بالتحديد المغزية للقضيب ولمنطقة الحوض وبتبدأ الأوعية الدموية إن هي تدخ كميات كتيرة من الدم أو يبدأ الشرايين تدخ كميات كتيرة من الدم لمنطقة الحوض أما بتبدأ الشرايين الشريان المغزل القضيب في النهاية يوصل له كميات كتيرة من الدم بيضخ القضيب وبينتصب بيوصل لمرحلة الانتصاب الكافي أو لمرحلة الانتصاب اللي بتكفي إن هي تعمل penetration أو تكمل العملية الجنسية للآخر هنا بيجي دور الأوردة اللي موجودة في غطاء القضيب أو التيونيكا هذه الأوعية الدموية ده هي لما بيتمالل نسج الكافي بتاع القضيب بيضغط عليها وهنا لو الأوعية الدموية دي بتسرب العملية الجنسية بتمتهي عند النقطة دي فلازم الأوردة اللي بتسحب أو الأوردة المدعمة لي أو الأوردة اللي بتصرف فيها الانسجة الكافية بتاعت القضيب لازم تكون بيتمت أو لازم تكون أوعية سليمة ما فيش فيها أي درجة من درجات التسريب وإلا لو الأوعية دي الأوردة متأثرة أو متأثرة بأي درجة من درجات التسريب مش هيقدر القضيب يحافظ على انتصابه المدة الكافية لإكمال العملية الجنسية وبتيجي هنا مشكلة إذن مشاكل في الشرايين المتمثلة في نقص ضخ الدم للأضيب دي ممكن تأثر على الانتصاب مشاكل في الأوردة المتمثلة في التسريب الوريدي ممكن تنهي الانتصاب سريعا مشاكل في الأعصاب اللي هي زي مرضى السكر مثلا اللي بيكون عندهم نيوروبا أو ضعف في الأعصاب سواء السيمباستيك أو البراسيمباستيك أو الأعصاب الحسية بيبقى فيه ضعف فيه التحكم في العضلات الملساء اللي موجودة في الجدار الأوعية الدموية ومن هنا بيقل ضخ الدم ومن هنا بيقل عملية الانتصاب زي إن أي مشاكل هرمونية ممكن تأثر على عملية الانتصاب زي مشاكل في نقص هرمون التستستيرون بالتحديد إذن أول معلومة لازم نوصل لها إن وجود ضعف في الانتصاب في أي شخص وخصوصا في سن مبكرة هو قبل ما يكون مشكلة يعني قبل ما نتعامل معاه على إنه مشكلة جنسية لازم نتعامل معاه على إنه ممكن يكون مخبي وراه مشكلة جسدية أكبر يعني ممكن الشخص ده يكون عنده قصور في الشرايين التاجية مثلا أو الشخص ده يكون عنده مشاكل في قدرة القلب على ضخ الدم إذن من أوائل الفحوصات اللي لازم يتعرض لها المريض اللي بيعاني من ضعف في الانتصاب لازم نتطمن على عضلة القلب عن طريق رسم القلب والإيكو أو الأشعة الموجات الصوتية على القلب لازم نتأكد بنسبة كبيرة إن هذا الشخص لا يعاني من أي أمراض في القلب لأن ضعف الانتصاب الناتج عن عدم قدرة الشريان المغزل القضيب على إنه يضخ دم بكميات كبيرة ممكن يكون ناتج عن مشكلة في شرايين الجسم كافة أو في عضلة القلب نفسها دي أول معلومة مهمة جدا تاني حاجة بعض الأمراض المزمنة يعني مريض السكر بزاد مرضى السكر اللي عندهم درجة من درجات الإهمال بنتعرف عليها أو بنتعرف على مدى تحكم السكر مش بتحليل الصايم والفاطر لا بتحليل التراكمي لازم التحليل التراكمي ده هو يتعامل كل فترة ويستحصن مرتين في السنة عشان نتأكد إن عملية ضبط أو التحكم في مرض السكر أو مرض البولي السكري تكون على أعلى ما يكون لأن المرض البولي السكري ده هو بيأثر على الأوعية الدموية الطرفية اللي هي منها الشريان المغزل القضيب وبالتالي بيقلل من ضخ الدم فيه وبالتالي بيأثر بشكل مباشر على كمية الدم المضخوخة وقت الانتصاب كمان بيأثر على الأوردة بالتبعية يعني زي ما بيأثر على الشريان الطرفية بيأثر على الأوردة الطرفية وبالتالي هو بش بس هيقلل كمية الدم اللي بيتم ضخها أثناء العملية الجنسية لا ده بيأثر بشكل كمان كبير على الأوردة اللي مفروض إن الدم يعني هي بتحفظ عملية الانتصاب إنها بيكون مقفولة وقت العملية الجنسية لا ده بيقلل كمان من قدرتها على إنها تحافظ على العملية الجنسية عن طريق حاجة اسمها التسريب الوريد التأثير التالت لمرض زي مرض السكر إنه هو بيأسطر على الأعصاب سواء الأعصاب السيمباستيك أو البراء السيمباستيك بيعمل حاجة اسمها نيروباستي النيوروباستي ده هو بيخلي قدرة الأعصاب دي على أنها تتحكم في العضلات الملساء اللي موجودة في جدار الأوعيات الدموية بتخلي قدرتها ضعيفة جدا على التحكم فيها وبالتالي شخص ده هو وقت الإصارة الجنسية ما بيقدرش يضخ الكميات الكافية من الدم في القضيب وبالتالي بيقلل على الانتصاب يبقى أول حاجة ضعف الانتصاب ممكن يكون مخبي وراء مشاكل في القلب أو في الأوعيات الدموية ضعف الانتصاب ممكن يكون مخبي وراء بعض الأمراض المزمنة اللي مش متعرف عليها أو لو كان متعرف عليها بيكون التحكم فيها بدرجة قليلة مش درجة كبيرة طيب نكمل كلامنا عن ضعف الانتصاب بعد الاتصال الهاتفي من الأستاذ عصام من سهاج أستاذ عصام أهلا بيك مرحبا دكتور ازاي حضرتك? اهلا بيك يا استاذ عصام تفضل. انا اقول حضرتك انا حاجة اتفضل. 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 تمام. وكملتش نعمل مصير خالص. معلش يا استاذ عصام الصوت مش واضح يا ريت توضح بس كلامك. لا اتفضل الدكتور اتعالج عندي الصهاج ما رحت ملابعتش معاه خالص. تتعالج من ايه بس يا استاذ عصام اقول لي. اروحت يا دكتور في مصر قال انت اطلب منك عمية حق المجاري. تمام. تمام. يعني انت. يا رأيك انت وانا كنت عادة تعالج طبيعي ينفع انا عادة طبيعي وانا احضر المجاري حسن. طيب انا هجاوب حضرتك يا استاذ عصام. هجاوب حضرتك. حاضر اقفل وانا هجاوب حضرتك. تمام. نرجع استاذ عصام اه حراك بتسأل هل الطبيعي? وهل هينفع انك تعمل اه يعني تعمل انجاب بشكل طبيعي ولا لا? حضرتك اول ما اه ما بيكون فيه مشكلة ضعف في او اه نقص اه تأخر الانجاب يعني. اول حاجة او اول فحص بنلجأ ليه طبعا بفرض ان الطرف الاخر او العنصر النسائي في العملية او في التزاوج عندك سليم. مفيش فيه مشاكل. حضرتك بتعمل اه تحليل سائل منوي. وبناء على النتائج اللي طلع من تحليل السائل المنوي بتاعك بيتم استنتاج او استخلاص ايه الفحوصات التانية اللي ممكن تتعمل. وده بناء على نتيجة السائل المنوي وبقية الفحوصات اللي هي اه نتجة عن عدد الحيوانات المنوية. هل يطرى فيه نقص في العدد او هل يطرى فيه نقص في الحركة او هل يطرى فيه نسبة التشوهات في الحيوانات المنوية. وكمان هل يطرى فيه عناصر اخرى زي نقص في نسبة الفراكتوز مثلا اللي هو المغزل للحيوانات المنوية او نقص فيه الدرجة القلوية بتاعة السائل المنوي. كل الحاجات ده ايا بتديني صورة عن موطن الخلل. اما هو مشكلة في تصنيع الحيوانات المنوية على مستوى الخصية او مشكلة في عملية نقل الحيوانات المنوية عن طريق سواء الحبل المنوي او عن طريق الحوصلة المنوية او القنوات اللي بتنقل الحيوانات المنوية وبعد كده بيتم بتحديد هل المشكلة دي منها الممكن تجاوزها والحل بشكل طبيعي او هل المشكلة دي مفيش منها حل خالص ولازم تلجأ للحقن المجهري. ازا حضرتك بتعمل تحليل السائل المنوي وبتعرضه على دكتور امراض الذكورة او دكتور الاندرولوجي بتاع الموجود عندك في سواج او في اي مكان قريب منك وبناء على كده بيتم وضع الخطة المناسبة للعلاج. بس بداية الحل عند حضرتك تحليل السائل المنوي وبنشوف بعد تحليل السائل المنوي هل يطرها تحتاج تعمل تحليلات هرمونات هل يطرها تحتاج تعمل فحص للحوصلة المنوية هل يطرها تحتاج تعمل اشعة عن طريق الشرق ايا كان الموقف بقى اللي هيدلين عليه نتيجة الحيوانات المنوية او نتيجة تحليل السائل نطلع فاصل بسيط ونرجع لحضرات أهلا بكم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنواصل كلامنا عن أمراض الزكورة توقفنا قبل الفاصل عن المشاكل اللي ممكن يكون ضعف الانتصاب أو ضعف القدرة على الانتصاب مخبيها وراء وقلنا أنه ممكن يكون وراها مشكلة هرمونية نتجع النقص في هرمون الزكورة وقلنا أنه ممكن يكون مشكلة خاصة بضخ الدم في الشريان المغزز للخضيب وقلنا أنه دي ممكن يكون وراها مشكلة أصلا في خصور في شرايين التاجية أو خصور في أداء عضلة القلب بنفسها وبيتكون ملهاش أي أعراض في الجسم غير منكررة ضعفة في الانتصاب وده بيكون أول عامل في اكتشاف وجود أي مرض من أمراض القلب في بعض الحالات قلنا أنه مشكلة ممكن تكون في بعض الأمراض المزمنة قلنا أنه أول مرض مزمن ممكن يكون موجود إما أنه بيتم اكتشافه بالصدفة أو إما أنه كان موجود بس مش بيتم التحكم فيه بشكل كافي او بيتم علاجه بالطريقة الكافية زي مرض البولي السكري او المشهور باسم مرض السكر وانه بيأسطر على الشرايين وعلى الاوردة بتاعة القضيب وبيأسطر كمان على الاعصاب بيقلل من قدرة الاعصاب في التحكم او التأثير على ضلات الملساء اللي موجودة فيه شرايين القضيب انه بيقلل ضخ الدم في هذه الشرايين بعد كده قلنا بعض امرأة الادوية اللي بيتم تناولها كمان ممكن تؤدي الى الضعف في الانتصاب ده كسبب من الاسباب المشهورة جدا ضعف الانتصاب زي بعض الادوية اللي بيتم استخدامها في علاج الضغط او بعض ادوية الحموضة اللي بعض المرضى بيستخدمها لما بيكون عندهم ارتفاع في نسبة الحموضة او الام فم المعدة اللي بيتم عن طريق منها بعدها تناول بعض المواد اللي هي مسبطات خروج البروتون هذه الادوية بتؤدي بشكل مباشر الى ضعف القدرة على الانتصاب كذلك بعض الادوية اللي بيتم استخدامها في علاج ضغط الدم المرتفع بعضها مش كلها طبعا بتؤدي الى ضعف في الانتصاب كمان يعني عشان كده لازم المريض اللي بيجي له ضعف الانتصاب وبيتناول الادوية دي بيتم مراجعة الادوية اللي هو بيستخدمها مع طبيب الزكورة او مع طبيب الامراض البطنة اللي بيعالجوا سواء من ضغط الدم المرتفع او غيره طيب من الحالات برضه أو من العادات اللي بتؤدي أو بتؤسر بضعف الانتصاب بشكل كبير هي التدخين سواء تدخين التبغي أو تدخين أي نوع تاني من المواد اللي بيتم تدخينها بتؤدي بشكل مباشر إلى تأثير سواء على الأعصاب نيروبصي اللي بيحصل نتيجة لارتفاع نسبة نيكوتين اللي موجودة بعد عملية تدخين أو السايكلو كاربونز المواد اللي بيتم استنشقها أثناء عملية التدخين وبتؤدي كمان إلى الضعف في ضخ الدم في شرايين المغزية للقضية بعد أو غير عملية التدخين ما ننساش أن مع ارتفاع أو مع تقدم السن من الطبيعي أن بيتم ضعف الانتصاب بشكل تدريجي بس طبعا مش بشكل مبالغ فيه يعني بيتم ضعف الانتصاب في فترة الخمسينيات بيبقى أقل شوية من فترة الاربعينيات أقل منه شوية في فترة الثلاثينيات وهكذا يعني تقدم السن من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ضعف الانتصاب بشكل بس ما بيبقاش بشكل سريع يعني مش واحد يتنقل من انتصاب كامل إلى ما فيش انتصاب خلص في يوم وليلا لا طبعا بيتم عملية دي بشكل تدريجي وبيتحكم فيها النقص التدريجي في نسبة هرمون التستسترون في الجسم في الأساس اللي بمفروض بيتم بتقدم السن وبمعدل شبه ثابت بكل سنة بيعيشها الفرد بيقل نسبة هرمون التستسترون بفراكشن من النانو كل سنة عن سنة لقبلها ده بالنسبة ليه الأسباب المؤدية إلى ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب قلنا ما ننساش طبعا أن عدد وعدد ليس بالقليل من حالات ضعف الانتصاب بيكون بسبب العامل النفسي دي كده كل الأسباب أو أغلب الأسباب أو أشهر الأسباب اللي بتؤدي إلى ضعف الانتصاب المريض اللي بيجيله ضعف الانتصاب لازم الأول يدور على سبب تحتيه أو سبب من الأسباب المؤدية إلى ضعف الانتصاب علشان لو لا قدر الله في سبب بيؤثر على الصحة العامة قلنا زي مرض السكري أو زي أمراض القلب أو زي أمراض المزمنة أو الأدوية اللي هو بيتناولها لازم يتعامل مع المشكلة الميديكال بروبلم أو المشكلة الدوائية أو المشكلة اللي محتاجة لعلاج موجودة بيعالجها في الأول إذا لم تتحسن الحالة هنا بيبدأ شوط أو علاج طويل أو سكيل طويل من العلاجات المؤدية إلى ضعف الانتصاب أول حاجة طبعاً علاج عن طريق رفع نسبة الإصارة أو بنسميه البيهافير السربي وده بيفيد بشكل كبير في الحالات السايكوجينيك أو الحالات النفسية بعد كده هو الخط العلاجي التاني من دون الخوض في التفاصيل عشان لو وقت برنامجنا هيسمح هو المنشطات الجنسية أو الناس بتعرفها الفياجرة ومشتقات الفياجرة ودي لازم المريض لما بيجي تناولها يتناولها تحت إشارة الطبيب لأن هي بتتفاوت برينج كبير من حيث مدة بقاءها في الجسم أو الهاف لايف بتاعتها والإفكت بتاعها أو التأثير بتاعها على الانتصاب نفسه والسايد إيفكت أو الأعراض الجنبية بتاعتها اللي بتختلف من خط الخط احنا عندنا أربع خطوط رئيسية من مشتقات الفياجرة أو من الفياجرة في حد ذاتها بتختلف ما بينها وبين بعضها من حيث السايد إيفكت أو تأثيراتها المختلفة على الجسم أو الأعراض الجنبية بتاعتها وما بين مدة بقاءها في الجسم منها ما يمكن أن هو بيزول أو بيتم خروجه من الجسم في خلال من 5 ل 6 ساعات ومنها اللي بيفضل في الجسم لمدة 36 ساعة وبيبقى العامل الرئيسي المتحكم في الاختيار هو التفاعل ما بين المنشطات الجنسية دهيا وما بين الأدوية اللي ممكن المريض بياخدها يعني مثلا لو مريض ضغطه بياخد ده أدوية ضغط بشكل كبير لازم يتم مشاورة الطبيب بتاعه قبل ما ياخد أي نوع من أنواع الأدوية دي لأنها ممكن تؤدي إلى هبوط شديد في ضغط الدم لو تناولها بشكل خاطئ أو لو تناولها مع أدوية ما ينفعش أنه يتناولها معاه ده من الحاجات المهمة جدا اللي لازم مشاورة الطبيب قبل أنه ياخد أي نوع من أنواع المنشطات الجنسية علشان خاطر زي ما قلنا ممكن الحالة بتاعة الجسم ما تسمحش أو الحالة بتاعة الجسم بتستدعي ضوابط معينة مع استخدام الأدوية دهيا أو المنشطات دهيا أو الحالة بتاعة الجسم بتستدعي زي ما قلنا غير الضوابط اللي هي بياخدها أنه هو ياخد نوع معين مدة بقاءه في الجسم أقل من نوع تاني مدة بقاءه في الجسم طويلة فما ينفعش أن الشخص ياخد من نفسه أو من تلقاء نفسه أي نوع من أنواع المنشطات الجنسية لو الشخص ده أولا ما استجابش ليه المنشطات دهيا أو المنشطات اللي هو بياخدها ما جابتش معاه التأثير الكافي أو ما وصلتوش هنا بيستدعي درجات أعلى من الفحص لربما يكون فعلا أو في مشكلة مؤدية إلى ضعف الانتصاب مش ما هياش بين أو ما هياش ظهرة في الفحصات الأولية اللي هو عملها هنا هذا الشخص بيحتاج أنه يعمل حاجة اسمه بينايل دوبليكس البينايل دوبليكس ده أولا حاجة شبه الدوبلر اللي بيتعمل على الأوردة بتاعة الساقين في الناس اللي بيجلها جلطات أو كده بيعمل نوع من أنواع الفحص بالأشعاء بالموجات الصوتية للأوردة بتاعة القضيب هذا الفحص بيحسب لنا أولا نصف قطر القضيب أو درجة اتساع الشريان المؤدل القضيب وقت العملية الجنسية وبيحسب لنا سرعة تضفق الدم فيه وبناء على النتائج اللي بتطلع لنا من هذا الفحص بالأشعة الدوبلر على الشريان المغزية للقضيب بنقدر نقسم عملية أو ضعف الانتصاب لنوع من ثلاثة إما أنه بيبقى مايلد أو بسيط أو إما أنه بيكون مدرت أو يعني متوسط أو بيكون سيفير يعني بيكون فرص الاستجاب أو ده أو بناء على التأسيمة دي بينحدد فرص استجابه استجابته لمنشطات الجنسية طيب نكمل كلامنا عن طرق علاج ضعف الانتصاب بعد ما ناخد الأستاذ مصطفى من أسيوت أهلا بيك يا أستاذ مصطفى أهلا بيك يا دكتور الله برفيك ومعلوماتك الجميلة ونور الشاشة أهلا بيك أهلا بيك أستاذ مصطفى مع المدام قبل كده في إنجاب والحمد لله والجواثة الجديدة يعني ليتها تربعة شهود بس يعني لسه محصلت إنجاب يعني ماشا أستاذ مصطفى حضرك اسمعنا وعملت تحديد طلاع كويس يعني الحمد لله طبعا دوالي الساقين هي منهاش تأثير مباشر على الإنجاب بشكل أو بأي شكل من الأشكال موضوع ده بعيد جدا عن القصة أو عن الأكسس بتاع عملية الفرتليتي أو عملية الخصوبة حضرتك بتعمل تحليل سائل منا وحرك بتقولك عملت وطلع كويس بتعرضه على الدكتور الزكورة وزكت حضرك بتعمل فحص بما إن انتوا أنجبتوا قبل كده وبتشوفوا لو كان طرق أي نوع من أنواع الخلل بيتم علاجه بالشكل المناسب لكن دوالي الساقين مناهاش أي تأثير على موضوع الإنجاب ولا حتى الأدوية السيولة اللي انت بتاخدها بتأثر بأي شكل من أشكال على عملية الإنجاب بشكل مباشر نرجع ليه موضوعنا احنا قلنا المنشطات الجنسية وشارحنا مشتقات الفياجرة وقلنا استخدامها لازم يكون تحت إشراف الطبيب لألا يكون فيه نوع من أنواع الأدوية اللي بيتناولها المريض وفيه تضارب ما بينهم أو فيه بعض الحالات المرضية زي حالة ارتفاع ضغط الدم اللي ممكن يحصل نوع من أنواع التضارب ما بينها وبين الأدوية دي وكمان مدة بقاء الدواء في الجسم اللي هو الهاف لايف بتاعة النوع اللي انت بتستخدمه ده بيفرق كتير جدا جدا في اختيارك لمنشط الجنسي طيب نرجع تاني للأستاذ ناخد صالحاتي في الأستاذ محمد من إنا أهلا بيك يا أستاذ محمد تفضل يا أستاذ محمد سلام عليكم تفضل معاك تفضل أنا عندي سكر تمام وهو عندي انتصاب يعني ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب تمام تفضل ماشا يا أستاذ محمد تفضل تسمح حضرتك بس أنا أستاذ محمد ايه العلاج بتاع ايه أساب ايه ساتك يا منديم كده تمام يا أستاذ محمد تفضل تفضل اه أهلا بيك هجاوب على حضرتك تمام هجاوب على حضرتك هو أستاذ محمد نفس الكلام اللي أنا كنت بقوله قبل ما حضرتك تتصل على طول ما ينفعش من نفسك كده تروح تطلب تاخد أي علاج حتى سواء من السيدلية سواء من أي حد انه هيدي لك أي علاج لانه زي ما قلت لك المنشطات الجنسية كخطة أول لعلاج ضعف الانتصاب بتتفصل عليك يعني كل شخص له النوع أو له التركيز اللي بيناسبه أو بيناسب شخصيته فحضرتك لازم تخضع للفحص بشكل كامل هذاك عندك سكر سكر ده ممكن يكون موجود من فترة طويلة ممكن يكون مأثر مثلا على قاع العين كمثال يعني البندرب وبعض الأدوية دي بتأثر بشكل مباشر على الفيجن أو على الرؤية إذن حضرتك النوع المناسب ليك هيحدده نتائج الفحص الخاصة بيك ويتم فحص الجسم كله كفحص إكلينيكي ويتم عمل الأشعة ورسم القلب والتحاليل الخاصة بيك كلها لحالة الجسم وبعد كده بيتم اختيار النوع المناسب ليك كنوع من أنواع المناشطات الجنسية علشان ما يحصلش أي نوع من أنواع التعارض مع الأدوية اللي انت بتاخدها سواء أدوية السكر أو الأدوية اللي بتستخدم للتحكم في الأعراض المصاحبة لمرض السكري اللي عندك وبعد كده وكمان لو ما كنتش هتستجيب للمناشطات الجنسية بنعمل الدوبلر زي ما قلت الحركة أو البنايل دوبلكس اللي بيحدد لنا درجة ضعف الانتصاب وهلها هترى هنكتفي عند الخطوة بتاعة المناشطات الجنسية ولا هننتقل للخطوة التانية بعد الخطوة التانية أو الخطوة بتاعة البنايل دوبلكس اللي موجودة ده هي بنعمل الخطوة بتاعة الحقن في النسيج الكهفي بس قبل ما نعمل الحقن في النسيج الكهفي لازم نتأكد أن ما فيش حاجة اسمها تسريب وريد لأن مريض التسريب الوريدي عند درجة معينة ما ينفعش معاه الحقن في النسيج الكهفي الحقن في النسيج الكهفي هو أن احنا بنستخدم مجموعة من الأدوية اللي بتساعد على ضخ الدم في النسيج الكهفي وقت العملية الجنسية مباشرة بيتم الحقن داخل النسيج الكهفي مباشرة من أدوية فعندنا حاجة اسمها الباي ميكس ودوله عبارة عن مادتين اللي هما الفنتولامين والبابافيرين وفي نوع تاني اسمه التراي ميكس بنضيف عليهم حاجة كمان اللي هي البرستاديل علشان خاطر ان احنا نزود او نقال يبقى تركيز الأدوية اللي بنستخدمها قليل فميستخدم أكتر من نوع بتركيزات قليلة علشان يعمل لنا النتيجة اللي احنا عايزينها مع التقليل في الأعراض الجانبية بس طيب نرجع لنكمل الموضوع بتاع الحقن في النسيج الكهفي بعد ما ناخد الأستاذ رجب من الأقصر تفضل يا أستاذ رجب السلام عليكم يا دكتور أهلا بيك يا أستاذ رجب تفضل أنا بحييك يا دكتور عالفقرة دي وبحيي بريق إعدادك المحبرم وخناف صحة وجمال يا فندم اللي استخدمتنا منها حاجات كبيرة أهلا بيك يا أستاذ رجب والله باتوصلوا صوتنا فأنا ببنارف نتكلم معاكم بصراحة يا عمي تمام يا أستاذ رجب أهلا بيك في أي وقت قناتك تفضل الله يباري فيك يا دكتور أنا سني 63 سنة يا دكتور تمام وعندي ضغط وبأخذ من زمان يا دكتور نص برسامة فيجا أنهي نوع من فيجا بالاسم ولا أي نوع النوع ما قدرش أقول لك على اسم وأقول لك على اسم عادي ولا قل لي حتى المادة الفعالة اللي فيه هتلاقيها مكتوبة بالعربي تحت الاسم التغاري كده والله يا مية دكتور مية معارف ايه كده بس مش عارف بكراها يا عمي تمام كمل يا أستاذ الرجب هي البتها ده عدية كده طيب انت دلوقتي يا أستاذ الرجب النص حباية اللي انت بتاخدها دي من تركيز قد ايه مسلا تركيزها كام هو تركيزها كله مية مية انت بتاخد نصها بس باخد نصها ببجة مية في المية دكتور حتى الضغط الحمد لله ماشي بتاخدها كل قد ايه يا أستاذ الرجب باخدها كل يوم يا دكتور كل ايه كل يوم بتاخد نص حباية اه تمام وبعدين بقى ما بيزهرش عليك اي مشاكل زي مسلا تحس ان انك مزغللة تحس انك دايخ تحس ان وشك حمر وسيخن كنة وبحصلش اي حاجة من الحاجات دي لا والحمد لله حلو جاوها دكتور بس انا في مش كرعات اللي هي بقى ايه المشكلة معلش شي تانا كده يعني انت متجوز تلاتة حاليا يا أستاذ الرجب ما شاء الله ربنا يصلح لك الحال يا رب بسم الله يا ما شاء الله والله فيهم واحدة كده اقدر اقول لك يعني بتقوليها بابا يعني بتقوليها بابا ماشي المشكلة بقى المشكلة اه المشكلة هنا طبعا لو مخدتش النص فيك ده اه بيحصل تسريب بيحصل تسريب بعد ما بتاخد النص فيك تمام لو مخدتش لو مخدتش لو مخدتوش بيحصل تسريب لو مخدتوش بيحصل تسريب بقى يريح بقى المشكلة تمام تمام فريقة نصيحة يا دكتور يا سيخي يعني مثلا لو ليه عملية ليه حاجة مثلا او كبرى سن 63 مثلا تمام ماشي انا هكمل هرد عليك وانت اسمع الحلقة للاخر عشان خاطر تعرف حكايات الجراحة دي هتنفع لك ولا مش هتنفع لك ولا لا بس انا هرد عليك حالا دلوقتي اول ما هتقف الحاضر طيب هو الاساز رجب او الحاج رجب بيقول ان هو مريض سكر وبقاله فترة مريض سكر وبياخد كل يوم طبعا مريض سكر ده احنا حد متابع معنا الحلقة من اول ما كلمنا قلنا ان من مشاكل السكر انه بيعمل حاجة اسمها تسريب وريدي وده ماشي مع الشاكوى اللي ما بيقولها التسريب ده يعني انتصاب واول ما الانتصاب بيحصل بعد كده الدم بيتسرب في الاوردة فبيخلص الانتصاب بسرعة شديدة جدا قبل ما يحصل قبل ما يتم العملية الجنسية في الاساس هو بياخد كل يوم نص فيجا اغلب ظن من التركيز اللي هو قاله تركيز المية ده ان دي مادة السلدنافيل ومادة السلدنافيل دي مدة بقاءها في الجسم بتقعد ست ساعات تقريبا يعني الهاف لايف بتاعتها حوالي من خمس الهاف لايف بتاعتها من ساعتين لأربع ساعات فيها مدة بقاءها في الجسم حوالي من ست لثمان ساعات مش اكتر من كده يعني لو اخذ القرص ساعة مثلا واحدة هو القرص ده مشغال معال حد ساعة تمانية او تسعة بالليل طيب يعني من ست لثمان ساعات طيب هل هنا في تعارض ان هو بياخدها كل يوم هو عمل او نظريا مفيش تعارض بس فكرة العلاقة الزوجية المستمرة كل يوم كل يوم دي بتعتمد على الباور او على الطاقة الجسدية بتاعته بشكل عام لكن كتأثير طبي للمادة اللي هو بيستخدمها كل يوم من استنتاجنا من الكلام اللي بيقوله مفيش مشكلة ان هو ياخدها كل يوم لكن النصيحة اللي بنصحه بيها ان هو مدام الموضوع متكافئ على نوع من المنشطات الجنسية يبقى يضبط النوع ده هو بمعنى ان الفترة اللي شغال فيها الدواء اللي احنا قلنا الدواء بياخد معاه من 6 ل 8 ساعات في جسمه يبقى من 6 ل 8 ساعات دول بياخده بدوابط معينة انه بياخده على معدى فاضية انه ما بيتناولش معاه اي نوع من انواع الادوية التانية اللي ممكن تسبب ضغط هبوط او نقص في ضغط الدم فبيحصل زي سينرجزم ما بين الاثنين ادوية او التفاعل ما بين الاثنين ادوية فبيؤدي الى ضغط هبوط شديد في ضغط الدم الحاجة التانية او الضابط المهم جدا ان الادوية دي زي ما قلنا لها بعض الاثار الجانبية اللي بتبدأ من اول العين لحد الاطراف السفلية او القدمين من تحت لازم يتم فحص الجسم بشكل دوري عشان مضاعفات السكر وعشان المضاعفات السكر دي ما يحصلهاش زيادة او ما يحصلهاش تضاعف بالمنشطات الجنسية اللي هو بياخد طيب هل هيحتاج جراحة او هيحتاج مثلا حاجة زي زرعي دعامات زي ما احنا جايين في كلامنا ولا بعد كده طول ما الحالة متكافأة على نوع المنشط اللي هو بياخده مفيش داعي انه يعرض نفسه لأي جراحة وخصوصا مع وجود مرض البولي السكري اللي ممكن يأثر بشكل كبير جدا على اي حاجة او اي جسم غريب بيتم زرعه داخل النسيج الكهف ده بالنسبة لسرعي طيب نكمل كلامنا بعد ما ناخد الاستاذ احمد من سهاج اهلا بيك يا استاذ احمد استاذ احمد معلوناكم استاذ احمد استاذ احمد معلوش هتوطي التلفزيون وتسمعنا من التلفون ان شاء الله ماشا دكتور اتفضل حضرتك انا عندي الدولة خصية الشمال اه مرحلة ثلاثة تمام انت قلت لي عندك كم سنة استاذ احمد معلوش بتاخد علاج لاي حاجة تانية اللي هو علاج لايه مسلا لحاجات زي ايه لا مش للانتصاب بتاخد علاج لاي امراض تانية زي الضغط زي السكر زي الحساسية زي المعدة زي القلب زي اي حاجة تانية لا لا خالدك انا جالي يا اسمي الجواز قلبت معوي ويسهل واخش الحمالكو بشوها وحرام في الاجب فرأت عملت الضوبلر قال له عن دوالي المقهات تالتة طيب انت متجوز بقالك قد ايه حوالي سبع شهور طيب ما فيش انتصاب خالص ولا في انتصاب وبيخلص بسرعة في انتصاب بس بيرب بسرعة حضرتك طيب ماشي تمام انا هكمل هرد عليك ساز احمد ونشوف القصة عاملة ازاي شكرا لك ساز احمد بصوا ساز احمد في عندك دوالي في الخصية حتى لو من الدرجة التالتة دي ما تأثرش على الانتصاب بشكل مباشر في الوقت الحالي وفي سن الثلاثة وعشرين سنة دي عشان تأثر على الانتصاب لازم تاخد سنين كتيرة جدا لمحد ما تكون عملت ضمور كامل او ضمور شبه كامل في الخصيطين عشان تبدأ نقدم لانهي اثرت على قدرة الانتصاب لكن دوالي الخصيطين اللي عندك ممكن تأثر على الانجاب بشكل ما او باخر وده ما نقدرش نحسنه من غير ما تعمل تحليل السائل المنوي ونقرره اكتر من مرة ونشوف التأثير الفعل لدوالي الخصيطين على الحيانات المنوية وعددها وقدرتها على الحركة ونسبة التشوهات اللي موجودة فيها لكن بالنسبة لموضوع الانتصاب فانت بما انك حد متزوج جديد لسه العامل النفسي موجود ما نقدرش نستسنيه زائد ان انت هتحتاج ممكن تحتاج لبعض المنشطات الجنسية زي من انواع الفياجرة او مشتقتها في اول حياة الزوجية عشان تحل مشكلة سرعة القصف اللي موجودة عندك ده طبعا كخط اولان زائد انت ممكن تضيف معاها اي ادوئدان ده عشان قوة الانتصاب اللي هي في الاساس هي دي سبب ضعف سبب سرعة القصف يعني انت مش هتحتاج لادوية سرعة القصف بس انحنا نتطرق لها ان شاء الله لو الوقت كفة معنا في اخر الحلق مش ده بس اللي انت هتحتاجه هتحتاج كمان لحاجة نوع من انواع الفياجرة عشان يدي لها قوة انتصاب كافية لان ده بيبقى في الاساس هو سبب سرعة القصف اللي بتحصل مع الشباب في بداية الزواج طيب انت دلوقت يا استاذ احمد هتمشي على الحاجات دي على طول لا اغلب الظن ان انت بتاخدها في الاول بس الحد ما تبدأ العملية الجنسية تنضبط معاك وتمشي في التراك السليم او في الشكل السليم وبتبطلها بعض فترة عما العمل النفسي ده بيخف او بيتحسن معاك واحدة واحدة بس لكن لو سمعتنا الاخر الحلقة هنقول الموضوع بتاع سرعة القصف لكن اللي انا عايزه منك ان انت قبل ما تبدأ تاخد الادوية دي تعرض نفسك على دكتور امراض زكورة يكون قريب منك علشان خاطر يعمل لك عملية فحص شامل قبل ما تاخد اي نوع من انواع الادوية دي تجنبا لأي نوع من انواع الاعراض الجنبية اللي ممكن تحصل ليك او تحصل في الموضوع ده طيب اخر اتصال معانا بقى لأستاذ محمد من الغربي اهلا بيك استاذ محمد ازايك يا دكتور ازاي حضرتك اتفضل معاك استاذ محمد اهلا بيك انا باشكر حضرتك لزوءك على يعني انك بتحلي مشاكل الناس اولا واستسمحك بس اهستشير حضرتك في حاجة اتفضل يا استاذ محمد اتفضل معاك حضرتك انا متجوز بقى لي 15 سنة وحضرتك كنت كويس بس طبعا قبل الجواز بحوالي سنة كنت عملت دوال الخصية كمام وحضرتك انا متجوزت والحمد لله خلفت بشكله طبيبا مش اي حاجة بس الفترة الاخيرة اه حضرتك بلاحز ان قوة الانتصاب بديبقى كويسة جدا اه وبعد عشر ثواني او او عشرين ثانية كده بحيس ان انا فقدت الحاجة دي فطبعا ما بيبقاش كويس تمام فطبعا عدما برجع استعيد القوة وكده بيبقى وقت طويل وبيبقى طبعا النفسية مش كويس جميل والحاجة التانية حضرتك طب سواني بس يا محمد سواني معلش بتستعيد القوة تاني في نفس العملية الجنسية ولا بيحصل قصف لا باخد لي شوية كده بتقدر طول حضرتك شوية كده سواني يا محمد سواني سواني يا محمد اسمعني بيحصل قصف وبترجع تبدأ من اول وجديد لا لا ما بيحصلش اه يعني انت بتفقد الانتصاب وترجع تجمعه من اول وجديد تاني بالظبط يا دون تمام 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 وهي حتة القصف بتاخد وقت طبيعي يعني انا بحيس ان انا مش مستعجل يعني عادي. جميل. بس حيثة الانتصاب ممكن مرتين. تمام. مرتين يحصل الانتصاب على ما يحصل قصف. تمام. طبعا ده مش كويس. تمام. الحاجة التانية يا دكتور حضرتك اه اه موضوع اه ان انا مثلا اه سوري يعني انا عندي مثلا ان بطني كبرت الفترة الاخيرة فانا حاس ان ممكن يكون في مشكلة متصلة بالمشكلة دي. ولا ده ملوش دعوة. اه معلش بطنك كبرت من غير اي اعراض تانية? من غير اي اعراض. لأ قولون عندي عصب شوية بس الفترة الاخيرة حاسد بدا دخم في معتك جامل. تمام. وبحاول اعمل رياضة بس ما بخسش خالص. يعني جسمي خس وبطني لأ. تمام. ما معرفش بقى هلت متصل بدا ولا ملوش دعوة. طب اسمعنا استاذ محمد بس عشان احنا وقت حلقتنا بيجري وعايزك تركز عشان الكلام اللي هقولولك ده مهم جدا. اتفضل. تمام? عشان نجاوب بس على استاذ محمد قبل الوقت ما ياخدنا. الوضع الاستاذ محمد بيوصفه ده وضع كويس جدا. وانا كنت نقول ان احنا نتطرق للنقطة دي في نهاية الحلقة. ده بالزبط بالزبط التأثير او النمط اللي بيحصل في حالة الاسترس الشديد او الضغط العصب الشديد. ان هو مش قادر يمسك الانتصاب بتاعه او يكمل على نفس الموجة بتاعت الانتصاب بتاعته للنهاية. هو دماغه متشتت. فهو مش دماغه متشتت. فالنوع ده هو او في الموقف ده هو يبدأ ياخد نوع من انواع المنشطات للانتصاب زي اي مشتق من مشتقات الفيجرة. بتركيز قليل جدا. علشان يساعده في العامل او يساعده على ازالة العامل النفسي ده هو. زايد انه يزود معدلات الاصارة من الطرف التاني. ده هيساعده كتير جدا على ان هو يعمل الانتصاب بتاعه. يكمل الانتصاب بتاعه للنهاية. اغلب الظن ان النمط ده هو ما بيكونش معاه اي نوع من انواع الاعراض او الامراض اللي هتحتاج لفحص. لو ما استجبش على التركيز القليل ممكن يعلى بالتركيز شوية في شوية. لما اتأثرش خالص ممكن هنا يلجأ يعمل البينايل دوبليكس ويشوف القصة مشكلة او كتشخيص بقى دفنت للموضوع. القصة دي بتنتهم ده. لكن النمط ده يا استاذ محمد هو النمط الاساسي او النمط الكبير او النمط المشهور جدا بتاع ايه العامل النفسي لضعف الانتصاب. عشان وقت حلقتنا بيجري. احنا قلنا النسيج الكهفي قبل ما نحقن في النسيج الكهفي سواء ترايميكس اي نوع من انواع الحقن لازم متأكد ان مفيش اه تسريب وريدي وده عن طريق فحص اسمه الكافيرنزوجرافي او الكافيرنزومتري بنرسم شكل النسيج الكهفي وقت وهو محؤون فيه مادة تؤدي للانتصاب فبنصور الاوردة وهي بتفضي الدم في اللحظة دي وبنقدر نتنبأ بوجود تسريب وريدي ولا لا لو في تسريب وريدي ما ينفعش الحقن ما ينفعش الحقن في النسيج الكهفي. لو فشلت عملية الحقن في النسيج الكهفي هنا بيجي دور بقى زرع الدعمات وده هنتناوله مع موضوع سرعة قصف حلقات تانية لان الوقت جري معنا بسرعة اه انا كنت سعيد ان انا مع حضراتكم في الحلقة دي وان شاء الله نكملها اه في وقت قريب نبقى لينا لقاء تاني نكمل اه 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 الموضوع المتعلق بضعف الانصاب موضوع كبير ومشاكله كتير والاسئلة بتاعت حضراتكم كتير اه اه ساعدت باللقائكم وعلى امل ان انا القاكم في حلقة تانية من برنامج عيادة الصحة سلام عليكم